موسيقى مساء الخير وأهلا بحضرتكم وحلقة جديدة من كل يوم ما زالت الأصداء العالمية والإقليمية والعربية تتوالى حول إعلان القاهرة حول مبادرة ليبيا ليبيا لحل النزاع في ليبيا النهاردة الرئيس السيسي اتصل برئيس الروسي بوتين وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول آخر التطورات القضية الليبية واستعرض السيد الرئيس موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية والذي جسدته بموادرة إعلان القاهرة المتكاملة تحت الرعاية المصرية لحل الأزمة في ليبيا من جانبه أشاد الرئيس الروسي بموادرة إعلان القاهرة من حيث توقيت طرحها والإطار الشامل الذي يقدم طرحا متكاملا وبناء لتسوية الأزمة